استعرضوا على الهواء معكم مشاهدين الكرام انظروا ماذا يقول ان ممارسة دور الضحية اصبح من الاسليب البالية التي اكلت دهر عليها وشرب وبحسب معلوماتنا المؤكدة ان لا احد في العراق لديه حتى الرغبة بين قوسين لخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق واذا كان هناك من يريد الاضرار بهذا المخلوق الفيسبوكي فتوجد طرق كثيرة جدا اقل تكلفة واكثر ضمانا لتحقيق ذلك شوف دكتور مازن اما كلام نعم وما يثير السخر ينكملها استخفاف استخفاف هو بي بالكاظمي يقول لك وما يثير السخر يا واقعا انه يدعو الى ضبط النفس والتهدئة فمن يترى عليه ان يقلق ومن فقد السيطرة على نفسه الا لعنت الله عليك وعلى من ايدك والحمد الله على نعمة العقل والدين ايه هو استخفاف بالكاظمي طبعا والكاظمي يستحقل انه يستخففون به لان هو اللي وصل نفسه الى هالمستوى هو ضعيف هزيل لو لا وجود امريكا لما استمر طبعا هذا سنة كاملة ما كان يستمر هو من بس دكتور شو يعني توجد طرق كثيرة جدا اقل تكلفة واكثر ضمانا يعني يقصد انه ممكن واحد من حمايته يضربه برصاصة ويقتل بمكانه ما تكلف اكثر ولكن هذا كلام هذا العسكري هذا مش تهديد طبعا تهديد تهديد واضح صريح مو تهديد مبطن تهديد واضح وصريح ولكن هذا ابو العلي العسكري هذا البائس طبعا ايضا كلامه فنطازي والله لو تمكن من قتل الكاظمي يوم امس لن يتردد لحظة واحدة يعني الفجر اليوم لن يتردد اطلاقا اطلاقا لانه الكاظمي قلت لك اصبح لهم شوكة في الزردون وقريبا كما قلنا فيها بس دكتور واقعيا عندهم امكانيات الجماعة عسكرية ولوجستية واستخباراتية عدهم لكن هو الان محمي قلت لك من قبل السفارة الامريكية يعني السفارة الامريكية ما تفعد 2000 متر عن بيته اشتركوا في القناة